نوع جديد من الروبوتات سيدبعك في المتاجر ويحمل مشترياتك ويمكنك كذلك استخدامه كمقادن إذا كنت بحاجة إلى الاستراحة جيتا هو وسيلة جديدة لمساعدة كبار السن يأمل صانعه أن يصبح مشهدا مألوفا في مراكز التسوق وغيرها في المستقبل ويقضى حاليا للتقييم في بريطانيا تقول كارول هارتشورن البالغة من العمر 72 عاما إنه من الرائع أن تجد من يحمل مشترياتك وتسير خاليا اليدين خاصة في يوم قد تضطر فيه لحامل المظلة والهاتف وحقيبة اليد معا وأضافت أنه بسهولة يمكنها أن تجد شيئا تجلس عليها إذا أرادت أن تستريح لبعض الوقت وجيتا كلمة إيطالية تعني الرحلة القصيرة والروبوت من ابتكار شركة بياتجو فاست فورورد المتخصصة في صناعة الروبوتات وتدعمها مجموعة بياتجو الشهيرة بصنع دراجات الفيسبا والروبوت مزود بكاميرات تستخدم تقنية التعرف لاتباع صاحبه أثناء المشي ويمكنه حمل ما يصل إلى 18 كيلو جرام من البضائع في مكان تخزين قابل للغلق والهدف منه مساعدة الناس على ممارسة المشي والاستفادة من التكنولوجيا في الأمور اليومية وجيتا مطروح للبيع بالفعل في الأسواق بسعر ألفين وتسعمائة وخمسين دولارا أو مئة وثلاثة دولارات شهريا اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة